بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله النهاردة معنا دايرة كهربائية أبسط دايرة كهربائية وهي توصيل تشغيل وقف مصباح كهربي من مكان واحد أول حاجة عناصر الدايرة تتكون من دايرة أول حاجة مصدر طيار متغير 120 فول تانا حاجة مفتاح 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 التحكم في تشغيل وقف المصباح ثالث حاجة مصباح الكهربي الحمل اللي هنشتغل عليه أول حاجة معنا المصدر الطيار المتغير عبارة عن 220 فول فردة كهربائية وفردة أرضي الفردة الكهربائية بتتوصل بفردة من المفتاح المفتاح بيكون في فردتين بتتوصل على أي فردة من المفتاح فردة المفتاح الثانية بتتوصل على فردة من الدوايا بتاعت اللمبة بتتفضل عندي با открыتين عندي فردة بتاعت اللمبة وفردة مصدر التغزية اللي هي الفردة الارض اللي لسه موجودة عندي لوświad فردة من اللمبة على الفردة الارضي الالعم замечable لذلك الدايرة توصل معاي أبدأ شغل الديرهضت الجهد متطبق لكن المفتاح يعني كده المفتاح وصله والأرض يوصل اللمبة لكن مفيش لسه كهربا مرت مفيش طيار ولا يود لسه مر من خلال المفتاح طب ابدأ اضغط على المفتاح كده اللمبة نورت معي كده في جهد مر وصل اللمبة ابدأ افصل المفتاح كده اللمبة تفيت ابدأ اشغل اللمبة اشتغلت اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لي لايك واعجاب لي اصلك كل فيديوهاتي ولو انت ما عندكش فكرة في الكهرباء اتمنى ان انت ما تتعملش معايا لانها خطيرة جدا وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته